صباح واحدة من الطرق دية سلوب السوفر ساعة ان احنا ممكن نمرن العضلة والعضلة المقابلة بتاعتها حواليكم شكل لبعض العضلات كده ممكن نتمرن العضلتين مع بعض فرح هتتعب معي شوية جاهزين جاهزة يا فرح انا جاهزة اول تمرين تمرين الظهر مع الشست او مع السدر هنزل هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تحت شوية ضهري تسعة عشرة وبعدين حنام ممكن على الارض او على البنج هنا جاهز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اوه اوه شطر افرح حالة بينا هنحاول على قد ما نقدر انها هنسند راسنا على الستابق او على البنج اللي احنا نايمين عليه اوه اوكي ما نبقاش رافعين راسنا واعدين نبدأ دلوقتي البايسبس مع الترايسبس فالبايسبس هنعمل ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اه طب ده انا هطول هنا بقى ستة انا وقد اوزان خفيفة الصراحة اه صح طول براحتك وبعدين هنعمل العضلة المقابلة بتاعته عضلة الترايسبس بص زي بقى كده وانا هبقى هنا وحفرد ايدي كده واحد بنوطي على اخر يعني اتنين ايوه كده ايوه نفس الشكل ده مظبوط تحت هنا ايدي هنا تسعين درجة هيل هيل ممكن نفس الوقت ده نعمل بردو كل ده احنا عايزين نقول انه في البيوت ممكن يستخدموا المياه زي زي المياه طبعا اي وزن ممكن نستخدمه كبيرة او صغيرة واحنا بنتحكم في الوزن اي ان كان زيزة مياه صغيرة لو الوزن خفيف زيزة مياه كبيرة اللي هو الكيلو ونص نقدر نشغل بيها عادي طبعا عايزين اكتر مكاة ممكن نحط فيها رمل وتبقى اكتر من كده توصل لخمسة كيلو عادي صح هنعمل تمرين للرجل دلوقتي اسمه السكوات هننزل هنا 1 2 3 4 اه طبعا 5 بعدين هنعمل تمرين اسمه ده الخلفية تحت الرجل هنزل هنا وانا رجبتي مفروضة مفروضة واطلع ده يعتبر من التبنات الندرة جدا اللي رجلها فيها مفروضة 5 عدات 4 3 2 1 1 وبعدين هعمل تمرين للأبس مع اللور باك فممكن اعمل سيت ابس وانا نايم على البنش اه طبعا انت عايزة تمرين بالويتس كمان ما شاء الله يلا بينا هنتمرن هنا 1 2 هايلي يا فرح سبعة الخير سفيد ايوه هنا وبعد كده هنعم على بطني وهعمل تمرين لللور باك تقدر يتعمليه على البنش برضه لو عايزة اوكي اطلع هنا واحد اثنين طلقتها انا هاختم وانا بعزب كوتش حسام كده وهو بتمرن اه انت حققتي الحلم بتاعي فرح بتحلم من الاول ما ببدأ التصوير من هي اللي تمرني وتعزبني واستغلت ده واستغلت ده الله باي باي صباح الفلف سهلا